السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي الطلبة. ان شاء الله هنكمل اه حل نمازج الوزارة. اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نمازج الاسترشاد الاول بتاع سنة الفين وتمنتاشر. زي ما قلنا قبل كده كانت الامتحان كان شكل الامتحان مختلف عن الشكل اللي احنا هنمتحن عليه. طول كانوا ستاشر شويس. شوية جمل كويسة هندردش كده فيهم مع بعض. نمبر وان بتقول. اتمنى ان مهارتي او مهاراتي الجديدة. يعني خليني احصل على ترقية. عارفين انه كلمة قلنا معناها ترقية. منها اللي قدامنا دي معناها يترقى. بقية الاختيارات معناها توفير او احتياط. وممكن تبقى معناها يزود بيه. طبعا انتاج زي ما اخدناها قبل كده. تنبؤ. وقلنا ان كلمة بتاخد قبليها دايما الفعل. يعمل تنبؤ. وبعدها حرف الجر. يعمل تنبؤات عن. قلنا ان كلمة كان معناها ايه يا شباب؟ ممتازين معناها مهارة. منها او شبيه لها تالنت. تالنت معناها موهبة. نمبر دون الحصول على شهادة. الوالدين دايما بينصحوا اولادهم ان هما اه نقط ان هما ما يتركوش التعليم بدون الحصول على درجة علمية او شهادة جامعية. عارفين انه الفعل من الافعال اللي بيجي بعديها مفعول. مفعول وتو والمصدر. اه كلمة قلنا معناها درجة علمية او شهادة جامعية. وممكن ديجري بقى معناها درجة حرارة. اه خدنا كمان تعبير اسمه يعني ايه زيه التعبيرين دول معناهم الى اي مدى او الى اي حد. ودي تعبيرات بتستخدم كتير في اسئلة القصة او في اسئلة القطعة زي ما هنشوف. اه الفرق بين قلنا معناها درجة علمية او شهادة جامعية لكن مرتبة او تقدير. لما تقول اي جات ماي ديجري فروم هنشامس يونيفرستي انا حاصل على شهادة الجامعية من جامعة هنشامس. بتقدير اكسلنت. مثلا يبقى التقدير ده اللي هو good او very good او اكسلنت او accepted اللي هو مقبول. نمبر سري. نمبر سري بتقول نقط هف بن سرشنج داريفر فور the missing box all day. بيفتشوا او بيدوروا في النهر for the missing box على الصندوق المفقود all day. طوليو. من دول لا يفتشوا في النهر the drivers ولا the divers ولا the fighters ولا the riders. اه drivers طبعا سائقين. divers غواصين وهي الاجابة الصحيحة. الغواصين بيدوروا في النهر على الصندوق المفقود all day. اه which tense? زمن ايه ده يا شباب? تمام ممتازين. المضارع تام مستمر اللي هو have been والفعل مضاف له ing. اه قلنا درايفر سائقين. دايفر غواصين. فايترز محاربين. رايدرز ركاب الدراجات او فرسان السباة. نمبر فور. نمبر فور بتقول they wanted. they wanted to know. which is cool? اه نقطة. they wanted to know. قلنا الجملة دي direct و indirect. اه بعد اي ادات استفهام دايما بنختار complete sentence جملة كاملة يعني subject verb object فعل فعل مفعول. اه wanted to I had been. اه نمبر فايل. اه sometimes you not files او the files you need for free. اه احيانا اه يمكنك تحميل الفايل الملفات you need for free مجانا out of money. اه free كل دول معناهم مجان. اه you can download. download قلنا معناها ينزل اه download بتاخد حرفين جار. download from. download onto. download from ينزل من. download onto ينزل على. اه I can download some files from the internet. اقدر احمل او نزل بعض الملفات من الانترنت. I can download them. احمل الملفات دي onto my computer. على الكمبيوتر بتاعي. اه عكس download قلنا upload onto يرفع على. I have a good photo on my mobile. انا عندي صورة كويسة على الموبايل. I will upload it onto the internet. هرفعها على الانترنت. number six. having having not in medicine he became a doctor. having قلنا من الكلمات اللي بيجي بعديها دايما post participle دايما بعدها تصريف تالت ودي بتحل محل افتر. افتر بيجي بعديها جملة كاملة في زمن الماضي التام. لكن having بيجي بعديها الباست برتسبله على طول التصريف التالت يبقى having graduated in medicine. بعد تخرجه في الطب او في مجال الطب. هي بكيما دكتور اصبح دكتور. اه قلنا ان الفعل graduate معناه يتخرج. graduate from يتخرج من. graduate of يبقى خريج. او graduates لو هي جمع اللي هما الاشخاص مقصود بها هنا. graduate from. في كمان graduate in. يتخرج في مجال كذا. graduate in low. اه يتخرج في مجال القانون. number seven. number seven بتقول western classical music. الموسيقى الكلاسيكية الغربية. western classical music is still enjoy it today. ما زالوا بيستمتعوا بيها الايام دي. by audience بيستمتع بيها المستمعين from different authorities ولا powers ولا cultures ولا world from different cultures من مختلف الثقافات. اه قلنا authority معناها سلطات سلطة او سلطات. اه شرد مثقف. اه ورليدز عوالم ودي جمع عالم ورليدز عوالم. اه number eight. اه قلنا يجادل من اجل او يناضل من اجل ال indians استقلال الهنود. غندي كان بيجادل او بيناضل من اجل استقلال الهنود. قلنا ارجو ود يجادل معه. اه ارجو اجينس يجادل ضد. اه بيجادلوا ضد عمل الاطفال. بيرفضوا عمل الاطفال. اه قلنا استقلال اه اه اعتماد او اعتماد على الاخرين لكن استقلال. number nine. he was not from hospital after his recovery. he was not from hospital من المستشفى after his recovery بعد الشفاء. he was released ولا decreased ولا increased ولا pleased. he was released from hospital. اطلق صراحه او خرج من المستشفى. release from prison. يبقى يطلق صراحه من السجن. آآ release آآ يخرج من مكان. آآ آآ release gases. او release oxygen some trees. او all trees بعض الاشجار او كل الاشجار release oxygen and take in carbon dioxide. بتطلق الاكسجين بتخرجوا الاكسجين وتتمتص سنياكسيد الكربون. decrease قلنا معناها يقلل increase يزيد او يزداد او زيادة pleased يسعد او يبهل. قلنا ان الفعل increase verbo noun increase بياخد حروف جر increase in increase by increase to. increase in يبقى معناها زيادة في. increase by يزداد بنسبة كذا في المية. increase to يزداد الى معدل كذا. number ten. number ten بيقول we decided we decided at home that afternoon. the weather was getting worse. getting worse بيزداد سوء. we decided. عارفين ن decide طبعا من الافعال اللي محفوظة جدا وبيجي بعديها to the infinitive. we decided to stay at home. قررنا ان احنا نقعد في البيت. آآ قلنا decide منها decision. قرار بتاخد make او take decision. لو ما فيش make يبقى take. make decision وتake decision يتخذ قرار. آآ number eleven. when نوات او care everything goes dark. آآ لما ايه بيحصل قلنا او care معناها يحدث بتسوي happen وتسوي take place. everything goes dark كل حاجة بتبقى مظلمة او الدنيا بتظلم. when floods لما الفيضان طبعا لا. لما الفيضان بيحصل ما بيحصلش ضلمة. eclipse. الخصوف او الكسوف. آآ رينز الامطار. ايرثيكويكس. الزلازل. wind. eclipses happened. او او كور. لما بتحصل بيحصل الخصوف او الكسوف. everything goes dark. الدنيا بتبقى ضلمة. آآ آآ خدنا نوعين من الخصوف او الكسوف. قلنا solar eclipse. solar eclipse. solar eclipse. كسوف الشمس. ولانر eclipse. خصوف الامر. امتى ده بيحصل وامتى ده بيحصل. دي جات في امتحان قبل كده. لما يجي يقول لك. نوعات. نوعات. eclipse. happens. بيحصل. when the moon. لما الامر. when the moon. passes. between. لما الامر يمر. between. the sun. and the moon. بين. آآ sorry. with the sun. and the earth. بين الشمس والارض. لما يبقى الامر في النص. ايه اللي هي يختفي عننا الشمس. يبقى ده ايه? solar eclipse. solar eclipse بيحصل لما الامر يمر بين الشمس والارض. طيب. لو قال نوعات eclipse happens when the earth passes between the moon and the sun. يبقى ده lunar eclipse. خصوف الامر. آآ آآ 12. I have seen here car outside. انا شايف عربيتها برا. شي نقط آآ شي can't arrive. مش ممكن تكون بتوصل. ولا كانت have arrived مش ممكن تكون وصلت. ولا ميت arrive احتمال. ولا must have arrived. قلنا ان جمل الاستنتاج دي بتعتمد على المعنى اكتر منها قاعدة. يبقى must have arrived. انا شايف عربيتها برا يبقى she must have arrived دي اكيد وصلت. she must have arrived. طيب. آآ number 13. رقم 13 بتقول although she was badly injured. رغم ان هي مصابة اصابة خطيرة. she never lost hair well. لم تفقد الامل. قلنا ان كلمة well بالee معناها جيدا ومعناها بقر. آآ بالاي معناها رغبة او وصية او يوصي. هنا معناها يفقد الامل. وب معناها كرباج. آآ ويبق يمسح او يقشد. اي نقط اي نقط اي فرست متهم. آآ قلنا ان ويش و اف اونلي. آآ اللي بعديهم دايما يا اما ماضي بسيط. يا اما ماضي تام. يا اما كود او وضف حالة في المستقبل. لما تكون الجملة بتعبر عن مستقبل. هنا ما فيش في الاختيارات من الحاجات دي غير الباست سيمبل اللي هو ريميمبرد. اي وش اي ريميمبرد وير اي فرست متهم. آآ كان نفسي افتكر انا قابلته فين قبل كده. خمستاشر. آآ عليز فادر. عليز فادر has started business by setting up a shop selling musical instruments. دايما musical instruments الالات الموسيقية. آآ والد عالي. بدأ يعمل business by setting up. بانه اسس او انشأ اشوب ميوزيكال انسترومنس. محل بيبيع ميوزيكال انسترومنس آلات موسيقية. آآ قلنا الفعل set up. يؤسس. زي يستابلش. زي كونستراكت. زي اريكت. زي بيلد. كل دول معناهم يبني. يؤسس. يشايد. يقيم. آآ طولز. انسترومنس قلنا آلات او آلات موسيقية. طولز. ادوات صغيرة. اكويبمنت معدات. معماها آلات. ودي كلمة uncountable. لا تعد او لا تبمى. آآ كلمة business معناها شغل او عمل. دي بتاخد دو الا ميك يا محترمين. دائما بتاخد دو. دو business. واذ يعمل شغل. يعمل شغل مع. دو business wise. آآ 16. 16. who's not? is uh is it to organize the meeting with the foreign group? whose responsibility? is it? مسئولية مين? آآ is it to organize انه ينظم الاجتماع ده مع الوافد الاجنبي او المجموعة الاجنبية. دايما كلمة سواء كانت اداة استفهام او اداة ربط بيجي بعديها الشيء المملوك. وبعديها دايما مسئولية مين? قلنا معناها مسئول بتاخد حرف الجر عكسها غير مسئول او متهور. وبرضو عكسها عدم المسئولية او التهور. بمسئولية او بشكل مسئول. يستجيب لي. خد بالك بعدها نون لكن بعدها بعدها سوري. يعني لو جملة هو از يبقى بعديها لكن هوز بعديها ريس بوليتي. اه قلنا ان بتساوي برضو مسئول عن وفيه كمان يتولى المسئولية. لو اخذت حرف يبقى معناها يتهم بي. او اكيوز او يتهم بي. اه زمان زي ما انتم عارفين كان في سؤال اه هنتكلم فيه في السريع كده هو هنستفيد منه برضو لكن هو مش موجود عندنا في الامتحان. اه اه اكلمنا في اجزاء الشوغراف يونت سكستين يونت ستاشر بيقول لك اه طول الدايرة الدوائر اللي في البورك في سوري في الترانكوف داتري. ده بيعتمد اه اتساع الدايرة بيعتمد على المناخ. طبعا مش طول الدايرة. الدارة مش بتتأثبت طول. اتساع الدايرة بافي طول الدايرة الهاتف. امم اي انجواد اي انجواد اي انجوا اي انجوادد اي انجواد patterns since ay was a young child. اولنا انجواد�니다 قبلها دايما مضارع تامي به ايها انجواد Slavy. امم hamlet is the main personality in the play. hamlet is the main character هو الشخصية الرئيسية في المسرحي. ده اعلى او اطول كبري ادبانة في مصر. قلنا المحاضرة اللي فاتت او الفيديو اللي قبل ده قلنا دين على طول بنستخدم باست كونتينيوس. حنان سيد ذات شي واز دونج هير هم وارك دين. معظم الاشيعة الضارة بتاعت الشمس اد اتموسفير اللي في الغلاف الجوي قلنا معناها تمتص. الجملة هنا باسف. معظم الاشيعة الضارة اللي في الشمس بتمتص. اللي جاي من الشمس بتمتص في الغلاف الجو. الطيارة سرعتها بتزيد او بتكتسب سرعة وهي بتقلع. كلمة بيجي معها الفعل الجين. جين سبيد. يكتسب سرعة او تزداد سرعته. زي ما اخدنا قبل كده جين ويت. يزداد وزن. جين يكتسب. بتستخدم مع الكلمات المعنوية. جين اكسيباريانس. جين نالج. جين سكيل. جين انفورميشن. آآ جين ويت. زي ما لسه قيلين. جين ريبيوتاشن او جين فيم. يكتسب شهرة. ده مانيجر. آآ هو سيكريتريز ده مانيجر المدير اللي سكرتير تو تعبانة. هاز تو تايب ده لتر. اضطر يكتب الخطاب. آآ ده مانيجر هوز سيكريتري. قلنا انه هوز دايما قبليها المالك وبعديها المملوك. مش الشيء المملوك زي ما انتم آآ بتسمعو. لا قبليها المالك وبعديها المملوك. المملوك ده ممكن يبقى عاقل او غير عاقل. والمالك كمان برضو ممكن يبقى عاقل او غير عاقل. طبعا في اسئلة تانية احنا مش عايزينها. احنا بنتكلم في اللي يخصينا بس. اه بعد كده النوغل. النوغل بتقول طبعا اسئلة النوغل شكلها اختلف برضو عن آآ زمان. في الفين وطمنتاشر كان بعض الاسئلة وكان فيه سؤال الكوتيشن وسؤال الفين زمستي. اكوردينج تو راسندل بيقول في رأي راسندل. في رأي راسندل كان فيه طريقتين لاخراج الملك حي او على قيد الحياة. راسندل في اخر في اخر سيكس قال ايه? قال لما سبت سأله قال له اه what are we going to do? ناو تعمل ايه? قال له there are only two ways to get the king out alive. في طريقتين بس نخرج الملك alive. اول طريقة. if there is a miracle. لو في معجزة. الطريقة التانية if someone of michael's men betrays him. لو حد من رجالة مايكل يخونه. اه وقلنا ان رودولف لعب على النقطة التانية. طبعا there is no miracles. ما فيش اي معجزات الايام دي. يبقى if someone of michael's men betrays him. لو حد من رجالة رودولف. رجالة سوري مايكل بدأ يخونه. اه هيبقى اه اه في امكان لخروج الملك alive. اه what was sabt's plan to get the king back to the palace? خطة سبت انه يرجع الملك. الملك اللي هو boyzoned اه in the hunting lodge. يرجعه to the palace. قال after finishing the connection. ده خطة مين? خطة سبت. after finishing the connection. بعد انهاء حفلة تتويج. سبت ان راسندل will get out of the palace. هيخرجوا من البلس in disguise. متخفيين. return to the hunting lodge. يرجعوا للhunting lodge. سبت will take the king back to the palace at night. سبت ياخد الملك ويرجع للاصر at night. رودولف ريترنس to his country before light. وراسندل يرجع لبلده before light. قبل النهار مايطلع. طيب فريتز فين في الليلة دي. فريتز will stand in front of the king's door room. هيوقف قدام باب قط الملك. until people that the king was sleeping. هيقول للناس ان الملك نايم. and will never get up until nine in the morning. ومش هيصحى الا nine in the morning. الا الساعة تسعة صباح. اه طبعا عارفين انه سبت ادى الفريتز. استريكت وارنينجز تحذيرات شديدة. انه اين花 امنوع تسمح لقد ت meanings given Depends on your life. حتى لو ده هيكلفك حياتك ليه الان اونر اللي هي صاحبة الان الفندق الصغير ده كان نفسها بتتمنى ان مايكل هو اللي يبقى الملك قلنا هي فضلت بين مايكل والكينج واخوه رودولف قالت ان مايكل مقضي كل حياته بيرعى مصالح الناس مايكل وعدهم انه يغير كل حاجة اداهم امل لمستقبل افضل قلنا كمان ان مايكل كان الابن المفضل لمين لابو عشان كده كان بتتمنى ان مايكل هو اللي يبقى الملك بعد انقاذ الملك راسند كان الان من مقابلة او كان خايف يقابل البرينسيس كلام ده في شابتر ايت قال لم يكن شعيزها تعرف الحقيقه كمان مش عارف ازاي هيقدر يبرر what had happened ايه اللي حصل كان في سؤال اللي هو مين اللي قال لي مين مين فاكر الموقف ده قال فين او الجملة ديت قالت فين i'll forgive you هسمحك if you promise to help اصله وعدتي تساعدين اللي قال الكلام ده رادل فراسندل to the end keeper daughter للبنت بنت صاحبة ال end اه كان الغرض من الزيارة دي انه wanted to meet جوهان عايز يقابل جوهان اه to employ as a spy عشان يشغله as a spy كجسوس to get information about مايكل to help save the king عشان يساعد في انقاذ المالي what type of help did the speaker ask for ايه نوع المساعدة اللي كان عايزها انه wanted جوهان to employ as a spy عايز جوهان يشغله جسوس why was the speaker in need of such help ليه المتحدث اللي هو رادل فراسندل كان need such a help محتاج النوع ده من المساعدة او محتاج المساعدة دي اه قلنا to help him get information about مايكل عشان يساعده في انه يجيب معلومات عن مايكل to be able to save the king عشان يقدر save the king ينقذ المالي اه القصة قلنا كان فيها محتاج اه المستيكري يقول اه the bridge the bridge ambassador reported that the english had the english man had disappeared near ستريلسا اه السفير الفرنسي بلغ راسندل ان فيه راجل انجليزي اختفى بالقرب من العاصمة ستريلسا طبعا الكلام ده خطأ هو قال انه اختفى بالقرب من آآ زيندا وانه they found his bags near the station انه ليه يشونطو نير the station وانه one of his friends said that واحد من اصدقائه قال انه was traveling آآ ويز انتوانيدي موبان كان مسافر مع واحدة اسمها انتوانيدي موبان آآ number b ماكس هولف آآ جوهانز father ابو جوهان طبعا ماكس ده ما كانش ابو ماكس كان جوهانز brother كان اخو جوهان اللي هو كان اول جريمة قتل يرتكبها راسندل آآ مش هيقدروا يقولوا اي حاجة بدون ما يبينوا their innocence براءتهم طبعا لا بدون ما يبينوا their guilt خطاقهم او زنبهم خطاقهم وزنبهم اللي هو ايه اللي هو اه kidnapping the king killing his servant آآ خاطف الملك وقتل his servant الخادم بتاعه اللي هو جوزيف آآ وقلنا كمان انه الود فريدز كان بيقول it's a stall meeting دي وارطة no one can do anything محدش هيقدر يعمل اي حاجة لا مايكل يقدر accuse راسندل in public يتهم راسندل in public unless he admit that he kidnapped the king and killed his servant كمان راسندل وسبت وفريدز couldn't accuse مايكل of anything مايقدروش يتهم مايكل بanything without admitting that this is not the king بدون ما يعترفوا ان دا not the king مش الملك نيجي بعد كده لل ترجمة الترجمة بتقول practicing practicing activities practicing activities at school is of great importance teachers should encourage their students to participate effectively in school activities such activities help students learn values like cooperation and respect for others ممارسة الانشطة المدرسية زوء اهمية كبيرة يجب على المدرسين ان يشجعوا الطلاب على المشاركة بفاعلية effectively بفاعلية في الانشطة المدرسية مثل هذه الانشطة تساعد الطلاب على تعلم قيم values like cooperation and respect for others مثل التعاون واحترام الاخرين تقريبا ما فيش فيها كلمات جديدة اه participate قلنا يشارك في participate و take part in و share يشارك في انكرجوا طبعا عارفينه values قيم value قيم sorry valuable هي اللي قيم او زو قيم لم تنل الكثيرات من الفتيات في اوائل القرن الماضي حظا وافرا من التعليم in the last century في القرن الماضي a lot of girls didn't take or didn't receive enough education لم يتلقوا التعليم الكافي او حظ وافر من التعليم تشجع الحكومة اقامة المشروعات من اجل توفير فرص عمل للشباب the government encourage setting up projects for providing job opportunities for the youth for providing job opportunities for the youth the government encourage setting up projects for providing job opportunities for the youth بكده نبقى انهينا الدور الاول النموذج الاول الفين وتمانتاشر كان الاسي بتاعه او البراجراف بتاعه كان rights and duties unified society الواجبات والحقوق توحد المجتمع والبراجراف التاني كان عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاته بعض نموذج اشتçar اشتر اشت заключ انқر Weird انت نموذج